موسيقى يهلا وسهلا ومرحبا بالجميع وتجربتنا اليوم تجربة مميزة للغاية طبعا أنا عارف الكل عارف السيارة اللي معانا اللي هي الشيفرو ليتاهو الجيل الجديد بالكامل 2021 لكن تجربتنا اليوم رح تكون مميزة لأن السيارة اللي معانا طرازها مميز ألا وهي شيفرو ليتاهو بريميوم اللي تعتبر الإصدار الفاخر والأعلى في عائلة تاهو أو كما يسموها latest and greatest يعني الأحدث والأعظم حتى الآن تعتبر طبعا الشيفرو ليتاهو من فئة السيارات SUV متعددة الاستخدامات من الحجم الكبير اللي بتجي بثلاثة صفوف مقاعد وتعتبر الشقيق الأقصر لشيفرو لي سوبربن طبعا أهم التغييرات اللي جاية في الجيل الجديد بشكل عام عندنا طبعا الشكل تغير بالكامل المساحة الخلفية من صندوق الأمتع والصفة الثالث اتعدلت وكبرت عن الجيل السابق نظام تعليق خلفي مستقل مجموعة متنوعة من أنظمة الاتصالات والترفيه وطبعا بالإضافة لطراز بريمير اللي هو الأعلى بتتوفر كمان عندنا بطراز L-S-LT-Z71 مع تطور صناعة أو نقدر نقول تقنية الـ SUV عالميا أغلبية المصنعين ما زالوا أو بيتحولوا الآن إلى تقنية اليوني بودي اللي هو البودي المجمع اللي هي السيارة تكون قطعة واحدة جنرال موتورز ما زالت مواصلة على تقنية البودي أون فريم اللي هو البودي على إطار السيارة طبعا هذه السيارة بتقل كثيرا في مصنعين السيارات لكن جنرال موتورز ما زالت مصرة أن أتخليها في التاهو والسبربل أهم منافسين التاهو بريمير عندنا في السوق السعودي عندنا فورد إكسبديشن نيسان باترول تويوتا لاند كروزر طبعا أنا ما حذكر الجيم سي يوكل لأنها هي نفس شقيقتها على نفس قاعدة العجلات لو جينا للقياسات والأبعاد الطول 535 سنتيمتر العرض 205 سنتيمتر الارتفاع 192.7 سنتيمتر وطول قاعدة العجلات 307 سنتيمتر من التغيرات اللي صارت في القياسات والأبعاد الجديدة أنه زاوية الاقتراب في الطراز بريمير 22.7 درجة هو مختلف عن باقي طرازات التاهو الـ LS والـ LT لأنهم بيجوا بقياس 30.8 درجة ولو جينا لارتفاع السيارة عن الأرض 25.4 سنتيمتر على مستوى التصميم الخارجي للسيارة عندنا طبعا أول شيء قاعدة العجلات صارت أطول عن الجيل السابق بقياس 12.9 سنتيمتر وعندنا طول السيارة زاد عن الجيل السابق 17 سنتيمتر لو جينا للواجهة الأمامية سنلاحظ أن الواجهة الأمامية معتصارة تقليدية صار فيها تصميم جريء أكثر من شيفرولي باللاحظ عندنا أضواء LED وصار الشبكة الأمامي هو الغالب على واجهة السيارة بالإضافة كمان أنه عندنا سكيد بليت تحت في الصدام الأمامي اللي هو يعتبر مثل موزع الهواء لو جينا للتصميم الجانبي لتاهو بريمير نشوف الفروقات بينها وبين طرازات تاهو الثانية أول شيء يجي عندنا الروف راك اللي هو الشبك اللي في أعلى السكف عندنا تصميم المرايا الجانبية طبعا سارت المرايا في الباب وصار عليها قاعدة سودة بلاستيكية لكن صلبة عندنا الدعاسات الخلفية اللي تفتح أول ما تفتح الباب بتنزل أوتوماتيك على طول وعندنا الجنوط اللي جاية بمقاس 22 بوصة اللي هي طبعا تعتبر أكبر جنوط على تاهو لأنه التاهو عامة تبدأ جنوطه من 18 و20 وعندنا البريمير بتوصل لـ 22 نجي للواجهة الخلفية ووش اللي يميز طراز بريمير عن باقي طرازات تاهو كمان طبعا لو نلاحظ فوق في السكف إنه ما في زعنفة القرش اللي هي معروفة ريسيفر طبعا فين مكانها محطوطة قدام فوق سكف السائق جاي عندنا جناح خلفي عندنا شريط كروم كامل خلفي على الباب الخلفي عندنا أضواء خلفية LED مكحلة الكاميرا الخلفية وعندنا عاكسات الضوء والحساسات في الصدام الخلفي مساحة صندوق الأمتعة خلف الصفة الثالث 722 لتر ولما نطوي ظهر مقاعد الصفة الثاني تعطينا مساحة قدرها 2058 لتر ولما نطوي الصفة الثاني تعطينا مساحة توصل إلى الصفة الأول قدرها 3479 لتر وعملنا مقارنة ما بين التاهو بريمير ومنافسينها من ناحية مساحة التخزين ستضرأ أمامكم على الشاشة على مستوى القوة والأداء لتاهو بريمير الجديدة المحرك عندنا V8 ثمانية سطوانات من نوع إيكوتيك 3 بيولد قوة 355 حصان و 519 نيوتم متر من عزم الدوران المحرك مربوط بجير أوتوماتيك من 10 سرعات بيساعد في توفير كفاءة استهلاك الوقود ولو جينا لتوفير استهلاك الوقود نفسه عندنا المحرك بيستهلك 10.2 كيلو متر في اللتر الواحد نوعية البنزين 91 على مستوى المقصورة الداخلية لو تلاحظوا نطينا على وراء على طول ما جينا قدام إيش السبب؟ عشان نشرح لكم التعديلات اللي صارت للصف الثالث اللي صارت أكبر من الجيل السابق زي ما قلنا لكم تعدلت قاعدة العجلات وتعدلت القياسات الخلفية حلاحظينا في الصف الثالث زي ما انتم شايفين المقعد أوكي راجع على وراء عندي مساحة الأرجل تقريبا حدود 25 سنتيمتر فصاروا اللي يركبوا وراء من البالغين بياخذوا راحتهم بالكامل حتى لو جينا المقعد حنشوف أنه عندنا بينزل آليا بترجع المسافة على وراء لما تنزل المقعد لكن لما ترفعوا بيترك مسافة أكثر للرجون عندنا طبعا هنا كمان فتحات USB Type-C للركاب في الخلف في اليمين وفي اليسار برضو الركاب اللي في الصف الثاني بيحصلوا على رفاهيتهم الخاصة بداية شاشات مقاسة 12.6 بوصة بتدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو خاصة لهم في الخلف عندهم منظومة ترفيه خاصة مع تكييف Type-C USB Type-C وفتحات HDMI طبعا المكيف عندهم الخلفي بيكون أوتو وعندهم برضو تسخين للمقاعد وطبعا النظام الترفيهي عامة للسيارة مربوط بنظام سماعات بوص انتقلنا للمقصورة في الأمام طبعا كبداية القياسات الجلوس وضعية الجلوس تغيرت على الجيل السابق بالتمام أنا اعتبر أنا جربت أجيال سابقة كثير من تاهو حتى الآن تعتبر التاهو الجديدة هي أكبرهم من ناحية المساحة وراحة الركوب خاصة للسائق أول شيء هنلاحظوا قدام أنه القير العلاقي اختفى تحول الآن سار أزرار على نفس الطبلون طبعا هذه كمان أغلبية المصنعين ساروا بيحولوا على حكاية الأزرار أو حكاية البكرة عندنا شاشة ترفيهية مقص 10.2 مربوطة بنظام بوز الترفيهي للسماعات طبعا الشاشة بتدعم أبل كار بلاي أندرويد أوتو وكمان فيها واي فاي هوت سبوت لمستخدمين السيارة طبعا تعودنا دائما في التاهو أنه دائما يكون الكنسول اللي في الوسط على أنه يكون مقعد ينفق لكن هنا عندنا في البريمير موجود عندنا ثلاجة داخلية برادة بتبرد ما شاء الله على درجة عالية جدا عندنا طبعا فتحات اليو اس بي اليو اس بي الاي واليو اس بي التايب سي ما شاء الله موزعة في السيارة كامل على مستوى انطباع القيادة السيارة صارت مريحة أكثر من الجيل السابق من ناحية القيادة صارت لينة أكثر صوت المحرك بالنسبة طبعا عندنا محرك في ايت كان في الأجيال السابقة صوت المحرك بيدخل على جوه كان الصوت عالي جدا المقصورة الآن لا خف الصوت عزل المحرك عن المقصورة صار عالي لكن للأسف صوت عزل المقصورة عامة يعني عندي أنا مثلا هنا فتحة البانوراما عندي الشبابيك برضو بتدخل أصوات أصوات الهواء بتدخل حتى على سرعات عادية ما أقول على سرعات عالية على سرعات عادية فعندي يعني العزل ما هو بالمستوى المطلوب لنفس المقصورة طيب برضو كمان عندي الملاحظات اللي موجودة على السيارة كمان عندي طبعا أول شي سعر السيارة التاهو البريمير للأسف سعر السيارة جدا غالي تقريبا ثلاثمائة خمسة وعشرين ألف ريال يعني تقريبا حدوة ستة وثمانين ألف دولار السعر هذا إحنا نقدر نقول إن إحنا دخلنا في سيجمنت العلامات الفارهة مش السيارات الفارهة يعني السيارة نفسها التاهو بريمير فاخرة بالتجهيزات اللي موجودة فيها لكن في الأخير هي كعلامة علامة شيفورلي علامة ما هي علامة فارهة فالسعر عندنا غالي يعني تقريبا دخلنا زي ما قلنا في سيجمنت تقريبا من سيجمنت الكادلك أوكي وكاللينكون نافيجيتر ما وصلنا في السعر لكن دخلنا على قريب منه الملاحظة الثانية اللي كمان موجودة في السيارة السيارة على إنها بريمير يعني تعتبر أعلى شيء أفخم شيء في التاهو أوكي لكن بعض المواد الداخلية في السيارة يعني واضح إنه جودتها رخيصة يعني كنت أتمنى أنها تكون أفضل من كده طبعا نيجي أعزان المتابعين لنقطة مهمة في التاهو الجديد وأنا عارف إنه الكل عليه ملاحظات عليها والكل أو الأغلبية بتشتكي منها ألا وهي حكاية المقصات طبعا زي ما إحنا شايفيننا كيف هي نازلة مرة أوكي وطبعا إحنا تواصلنا مع مهندسين جنرال موتورز في دبي وفي أمريكا وكان ردهم علينا في هذا النقطة كالتالي إنه في عام 2015 قاموا بإرسال مهندسين لدول الخليج وشافوا طلبات الناس هذا أولا ثانيا إنهم هم عشان يوسعوا قاعدة الصفة الثالثة عشان تكون مريحة في السيارة اضطروا إنهم هم يعدلوا هندسة المقصات ولما جينا سألناهم وإنهم طيب فيما يخص الدفع الرباعي كسيارة كبيرة SUV بهذا الحجم بلغونا إنه السيارة مصنفة للعوائل الخليجية كسيارة مدينة لكن عشان كذا هم عملوا فئات خاصة بالدفع الرباعي اللي هي زي التاهو Z71 والجي ام سي يوكن اي تي فور فهذا كان ردهم علينا إنهم هم فصلوا السيارات بحيث استخدام للمدينة واستخدام للدفع الرباعي وكان هذا طبعا ردهم الأساسي والرسمي فيما يخص هندسة المقصات منها منظمة السلام المتوفرة في تاهو بريمير كمان عندنا نظام تنبيه من الاستدامة الأمامي فرمة الطوارئ التلقائية عندنا نظام مراقبة النقطة العمية في المرايات تنبيه حركة المرور في أي شيء من الخلف نظام تحذير مغادرة خط المسار ونظام مساعدة الحفاظ على خط المسار وبرضو كمان بيتوفر في بريمير مثبت سرعة تكييفي وتجنب الاستدامة على سرعة عالية وعندنا طبعا الأدابتف إير رايد اللي هو الركوب التكييفي وإدارة الوقود الديناميكي اللي هي الديناميك فيول مارجمينت هذه طبعا واحدة أو هذه طبعا جملة من التقنيات اللي بتجي فيها تاهو بريمير 2021 نجد سعر السيارة زي ما قلنا لكم سعر السيارة 325 ألف ريال سعودي أي ما يعادل تقريبا 86 ألف دولار أمريكي السعر شامل لضريبة القيمة المضافة وكمان حظر الآن أمامكم على الشاشة جدول حنقارن فيه أسعار ثئات تاهو المتوفرة عندنا في السوق السعودي اللي هي LS و LT و Z71 أعزان المتابعين هذه كانت تجربتنا اليوم لسيارة شيفرلي تاهو بريمير 2021 أعلى وأفخم فئة في عائلة تاهو شاركونا أراكم في خانة التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة